إنها الذكرى الحادية والعشرون لهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 يوم توقف فيه العالم وهو يشاهد انهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك لتشن بعدها واشنطن حربها المزعومة ضد ما سمته الإرهاب واليوم تقر صحيفة الواشنطن بوست بأن الأمريكيين تعبوا من هذه الحرب وأنهم لا يتحكمون بإنهائها تقارير عدة أفادت بأن قرار واشنطن بشن حربها كان متسرعا ولا يستند إلى أدلة حول العدو الحقيقي بدافعا من اليمين الصهيوني المتطرف هجوم واشنطن على العراق وأفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب كشف عن الوجه القبيح المستتر بقناع الديمقراطية ومكافحة الإرهاب فضائع أمريكا في حروبها أودت بحياة ملايين البشر وشردت عشرات الملايين منهم منظمة العف الدولية كشفت أيضا عن تجاوز واشنطن لكافة القوانين من خلال انتهاكها لحقوق الإنسان في معتقل جوانتانمو مؤكدة أن المعتقلين المتبقين في المعتقل لم يتم توجيه تهم إليهم حتى بارتكاب جريمة واليوم يتساءل الكثير حول العالم عن الإرهاب الحقيقي خصوصا وأن حرب أمريكا أودت أيضا بحياة أكثر من مليون عراقين وسنت مصطلحا يكمم الأفواه ويبيح قتل كل من يخالف الرأي الآخر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وعلى غرار أبو غريب وفضائعه وفضائحه تغص السجون والمعتقلات العراقية بآلف المدنيين الأبرياء تحت قانون إرهاب أربع في بلد دمره الاحتلال الأمريكي وذيوله في العراق والذريعة واحدة وما يزال السؤال مطروحا حتى هذه اللحظة ما هو الإرهاب ومن هم الإرهابيون الحقيقيون